بركته صلاة تعادل حجة وعمرة تعد من إحدى الوصايا النبوية الثلاثة التي حد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد على أحبابه ضرورة اغتنام فضل هذه الصلاة للفوز بتوابه العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغدات في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 هذه الصلاة هي صلاة الضحى عدد ركعاتها أقلها ركعتين تسليمة واحدة وإن صلى أربعة أو ستة أو ثمانية أو أكثر يسلم من كل اتنين أما عن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس يعني من طلوع الشمس إلى قبل صلاة الدهر فماذا تنتظرون؟ أرجو نشر الفيديو لتعوم الفائدة جزاكم الله خيرا